السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الثلاثة ستة آب أغسطس القمر اليوم موجود واستقر في برج العذراء ورحي ظل موجود في برج العذراء لغاية الساعة تسعة واحد وثلاثين دقيقة من صباح يوم الخميس بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعديها لبرج الميزان القمر الآن موجود في منزلة الصرفة وهي منزلة الربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة خمسة وستة واربعين دقيقة صباحا من صباح اليوم الثلاثة بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة العواء وهي منزلة الربح والحرية والزواج القمر بما أنه موجود في برج العذراء معناته اليوم منعود لطبيعتنا الجادة ومنولي المزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو بدء نظام غذائي أو تمرين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزننا منذهب للعمل بحيوية ومنركز في جميع التفاصيل ومندقق بكل شيء ومنكون منظمين جدا الناس نادرا أنهم يقدموا دعم مالي أو عاطفي في هاي الفترة لأن العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر احذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة هاي أفضل فترة للتخلص من عادات سيئة كالتدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو المخدرات ويمكن الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية أما بالنسبة للزوايا الفلكية فطبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وتسعة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وطبعا منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبصير في عنا ثقاب النفس نتألق أيضا بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وارباطعشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيج فبتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمن كون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة من كون فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد اللي بيكون محبط عاطفيا بتور ثورة عارمة من الغضب وبتسببنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أن نخلد للراحة هذا التحول مضر جدا خصوصا للصحة النفسية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها طبعا أن البنكرياس لامع الدقيقة لأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين بالنسبة لهذه الأعضاء طبعا ما منصح بالعمليات الجراحية الكبرى ولكن مراجعة طبية أو فحوصات إذا شعرنا بشيء غير اعتيادي ما في أي مشكلة باقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يعني لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنى ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج العذراء خلو المسار القادم بيبدأ يوم الخميس الساعة 48 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر لغاية الساعة 9.31 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال جديد عمره يومين الساعة 4.31 دقيقة فجرا نبدأ باليوم الثالث نسبة الإضاءة 6% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22 ثمانية سعيد بنسبة 45% القمر في العذراء حتى يوم 88 سعيد الآن بنسبة 70% ساعة الفجر سعيد بنسبة 45% ساعة الصباح سعيد بنسبة 70% أما ساعة الظهر سعيد بنسبة 15% ساعة المساء منتحس بنسبة 25% عطارد في العذراء بيتراجع حتى يوم 15 ثمانية منتحس بنسبة 25% الزهرة في العذراء حتى يوم 29 ثمانية منتحس بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 49 سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الدالو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا بيتراكم اليوم العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم انتبهوا جيدا لصحتكم إذا شعرتوا بشيء غير اعتياد يراجعوا الطبيب حاولوا إيجاد الحلول وعالجوا المسائل الطارئة للتوصل لا اتفاق ابحثوا عن حليف أو عن داعم واتجنبوا الإساءة للأصدقاء والشركاء وحاضروا من التراجع الصحي برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور بتظل الرغب قوي في التقرب من أحباكم خلال هذا اليوم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم بحيطك الفلك بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي والتواصل مع المحيط وممكن يكون هذا اليوم من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظا وبتشعروا بالطمأمينة والراحة ولكن حاولوا أنكم ما تفرضوا سلطتكم على أحباكم برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتشعروا ببعض الحزن أو التعب وممكن تبحثوا عن ملاذ آمن أهم مش أنك ما تنتقد أقرب الناس لإلك تلمس توتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن وحاولوا أنكم ما تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار وبسجل لك هذا اليوم لقاء مهم أو اتصال مفيد وبتجري أبحاث ومفاوضات ناجحة وممكن تقوم بزيارة أو تلاحق عمل ملح وضروري خلال هذا اليوم أو اليوم غد برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد خففوا من النفقات قدر المستطاع خلال هذا اليوم وبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن تناقشوا موضوع مالي أهم مش أنه ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل وما تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على العقود وحدد أهدافك برج العذرة بالنسبة لما وليد برج العذرة بتشعروا بثقة كبيرة في النفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكون مميز بأداءك بالفترة هاي هاي فترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة ممكن تطرح أفكار جديدة أو تجتهد على إنجاح مشروع جديد في حماسة ووضوح بالأفكار برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان بيتطلب منكم هذا اليوم الانتباه بشكل جيد لصحتكم لأنه ممكن تشعروا ببعض التعب إنه سيطر عليكم أو تفكر في إلغاء بعض المواعيد أو الابتعاد عن الأضواء لأنه القمر موجود في بيت المتاعب فيحمي نفسك أيضا من المحتالين تهدى الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية وتعتبر فترة محبطة جدا ومخيبة للأمل برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب تنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أهم مش إنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة وإلعب دور بالنام في محيطك ومجتمعك إذا تتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة وما بجوز تجنب اتخاذ قرارات إذا انت دارسها بشكل جيد برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم مش إنك ما تجازب بسمعتك حتى معني برضو باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الارتجالي ركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر ونظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتنشطه بالسفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاع وحماسة رح يترك أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة تطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك تعتبر فترة إيجابية جدا فما تضيع عليك الفرص برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو تفحصوا الحسابات المالية المشتركة خففوا من النفقات خلال هذا اليوم صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية كن مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناء عن فرض الراي أو التسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف وما تهم الملف ولا قضية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك يجمعكم بشركائكم سواء في العمل أو العاطفة كونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم نصق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل لأنه هاي الفترة شوي فيها بعض الضغط والأوضاع ممكن تكون صعبة هيك من كون انتهينا من توقعتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء